قبل ما نزافر برة خلينا جوه ونتكلم تحديدا عن مطش مبارح كيف رأيت المباراة الأمس بين الأهلي والإسماعيلي ده الشق الأول والشق التاني شايف الوضع العام عامل ازاي في الدوري المسلم يمكن زي ما حدك قلت مباراة الأهلي والإسماعيلي طبعا برح انتهت بالتعادل طبعا الأداء طبعا يعني محد تشاف طبعا أي أداء طبعا أداء طبعا وحش جدا النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في الدوري يمكن كمان بعد قرار الدفع باللعبين الشباب وطبعا راحة اللعبين الأساسيين شايفين أن الأداء مش طبعا ده الأداء المطلوب في النادي الأهلي أو في الموسم عمتا بشكل كامل الموسم ده أنا بعتبره موسم للنسيان مش ده النادي الأهلي ومش ده الفريق الأول كرة القدم اللي كان محق انجزات كبيرة جدا السيين الفاتد فأنا شايف أن فيه تراجع في المستوى كبير جدا لكن يعني أتمنى أن الموسم اللي جاي يكون فيه رد فعل قوي جدا من النادي الأهلي ومن اللعبة ومن الإدارة ومن الجماهير ومن كل الناس وكل المنظومة أن نشوف أن هذا الأهلي بيرجع تاني لمناصات التطويق شايف تفصيلة الدفع بالناشئين إلى أي درجة ممكن تكون مفيدة مستقبلاً وهم دلوقتي زي ما تقولوا إيه بينضبوا بيستووا بيتودكوا بتطعيمهم مع العناصر الأساسية في الفريق الأول إلى أي درجة الموضوع ده ممكن يؤتي ثماره في الموسم الجديد أنا شايف أنه هو ده أفضل قرار هو ده يعني لو قلنا دي الفايدة من الموسم ده هو الدفع باللعبين الشباب وتجربة أكتر من عنصر في الفريق الأول زي طبعاً زياد طارق ومحمد فخري وعندنا طبعاً أحمد سيد غريب ولسه برضو فيه رأفة خليل نجم منتخب الشباب الباكت الشمال فأنا شايف أن الدفع باللعبين الشباب وهم دول الأساسية نادي الأهلي في المستقبل أو الناس اللي إحنا لازم نشوف الفترة الجاية بدل ما نجيب لعيبة ما تبقاش كويسة فيه لعيبة في القطاع الناشئين كويسة جداً لازم نديهم الفرصة فأنا أعطاك إن ده أهم قرار أو ده اللي استفادنا منه من الموسم ده غير كده أنا ما شفتش أي استفادة طب ده نقدر نقول مجازاً كده ده مفتاح من ضمن مجموعة مفاتيح لحل المشكلة اللي إحنا بنعاني منها حالياً مفاتيح إيه تاني تحب تكلمنا عنها من وجهة نظرك في رأيك أنت أن هي ما تقلش أهمية عن الدفع بالناشئين أنا شايف أن اللعبة لازم كتريح طبعاً اللعبة الأسين اللي لعبه طبعاً كل البطنة الفترة فاتت سواء أفريقيا أو كاس عامل أندية أو مع منتخب مصر كاس عامل أفريقيا أو لعبه في الدوري والكاس والسوبر أنا شايف أن اللعبة من الأهلي أجهدت جداً لثلاث سنين اللي فاتت وطبعاً ده نتيجة طبيعية اللي حصل طبعاً الإصابات الكترية جداً الأهلي عنده أكتر من 12 أو 13 إصابة في الفريق الأول وكلهم عن ناس الأساسية وغابوا الفترات طويلة مثلاً إصابة بتقعد يومين أو ثلاثة أيام أو ماتش لا فيه لعبة غابت بالشهر وبالشهرين وبالثلاثة فطبعاً ده كان نتاج طبيعي للضغط المتواصل والتلاحة والمواسم من ثلاث مواسم وراء بعض نادي الأهلي بيشارك في كل البطلات حتى مع منتخب مصر ده كان طبيعي جداً نشوف اللعبة تلاحهم ده يعني يوصل يعني أو توصل توصل إنعكاساته السلبية على أن أنت تشوف اللعبة المفروض إن هما لو نزلين بربعة طاقتهم يورونا حاجة تبسط وتصر عن اللي إحنا شفناه متفق ولا مختلف؟ أتفق طبعاً مع كرام حدقك لكن للأسف اللعبة أجدت بطريقة حتى ذهنياً ما كانوش في حالتهم اللعبة كانت مش قادرة تلعب خالش قادرة تباصي اللعبة كانت للفتر فات كلها كانت تعبنة جداً فأفضل قرار كان بعد طبعاً عدم المنافسة على الدوري وبعد ما أقلي قسر كذا نقطة وطلع من المنافسة وبقى في المركز الثالث فأعتقد كان أفضل قرار أن أنت رايح اللعبة الأسين يبدأوا الموسم الجديد بفترة أعداد يكونوا شموا نفسهم شوية لا يحتاجوا يقضوا أجازة طويلة فكرة حيلحقوا يشموا نفسهم شوية شوية زي ما أنت بتقول عالماً بأن لو ما حصلتش تعديلات في الفترة اللي جاية معنا كده إن احنا الموسم اللي جاي برضو حيبقى نفس اللي فات نفس فكرة فكرة تعاقب المسابقات وتلاحم المباريات إلى آخره حالما ما عملناش حاجة هو أقل حاجة أن هم خدوا أجازة على أقل خدوا أجازة استشفوا شوية الإصابات اللي كانوا فيها على أقل نبدأ الموسم الجديد بفترة أعداد بأحمال بدنية يعني كويسة اللي هي بتقدر تشد حلقة في الملعب شوية أنا شايف إن طبعاً الدوري الموسم الجاي أو الموسم المحلي فترة الجاي لازم يكون في تصبيت شوية في المسابقة أنا شايف إن الضغط اللي كان موجود ده أثر على مش النادي الآلي بس على كل الفرق على منتخب مصر ما أخذناش أي بطولة ولا في الأندية ولا في طبعاً ده حاجة يعني كتوحشة جداً بالنسبة لمنتخب مصر خدش أفراكيا نادي الآلي ما خدش أفراكيا كان وصل نهاية وخسر منتخب مصر وسن نهاية وخسر وصعدناش كسعالم فأنا شايف إخفاقات الكورة المصرية فترة حزينة الحقيقة آه طبعاً السنة الفاتمة كان موسم للنسيان الكورة المصرية كلها وطبعاً ده ما نتمنوش وجي مش دي مكانة الكورة المصرية خالص نادي الآلي بطل أفريكي آخر سنتين كان طبعاً بيسعى للقب التالت على التوالي منتخب مصر ما خدش أفراكيا من 2010 حاجة طبعاً كانت صعبة جداً فأنا شايف إن لازم يكون في تصبيت في المسابقة